في حضر موت جنوبي شرقي اليمن لا تذكر ثورة الرابع عشر من أكتوبر تشرين الأول ثلاثة وستين إلا وتذكر معها مديرية وادي حجر أو ما عرفت سابقا بمديرية الثورة وهي تسمية لم تأتي عبثا فهذه المديرية المتخنة بالجوع والمرض والجهل والحرمان المنسية في أقصى غربي السحل الحضرمي كانت وخلال فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي حاضنة للثوار الوطنيين ومنطلقا لهم ضد سلطة المستعمر اشتعال شرارة التمرد في هذه السلسلة من الجبال والهضاب بالمنطقة الغربية بحضر موت وانطلاق عمليات الفداء والكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني حينها مثل حدثا استثنائيا ومحوريا في تاريخ الثورة ومجريات سير أحدثها في المناطق الشرقية من البلاد سقوط مدرية حجرة ومدرية الثورة سابقا هو البوابة الرئيسية لسقوط المحافظة هنا برضو كان السلطان برع وعندما جاء وسقطت مدرية قبل الأيام وتحركوا هلم الثوار كل حاجة وطلعوا لهم الباخر وقالوا له عني بترجعهم بتسلم عني بتسلمك من عتكلك فاقتنع أنه يرجع أقفاء سلطان سلطان غالب وسقطت المحافظة وتحركنا بعد لسويون تحركنا على كل مكان لسقاط سويون تحركنا لشبوه لسقاط شبوه ومسكنا بير علي ومسكنا برضو بالحاف اليوم وبعد مضي عقود من الزمن على تلك الأحداث وفي سنتها السادسة بعد الخمسين تحل ذكرى الثورة الأكتوبرية ولا زالت ثلاثية الجوع والمرض والحرمان هي العنوان الأبرز لوادي حجر كما كان دائما كانت حجر هي الرافد وهي المدرية الصمود والتصدي ولكن بعد أربع وخمسين سنة ظلت حجر نائية ظلت حجر بعيدة عن التنمية ظلت حجر بعيدة عن أثنانات المسؤولين ظلت حجر وحيدة تنزف تعاني القوليرا تعاني الجهل تعاني الفقر وأما حل ثوار حرب التحرير ومناضليها فليس ببائد عن ذلك الحال فمن تبقى حيا منهم يجد نفسه اليوم مهملا على قارعة رصيف التهميش ونكران التضحيات يوجد في فرع الهيال عامرات الشهداء تقريبا ستمائة نفر حالات من المناضلين وأسر الشهداء وحالاتهم المعيشية ضعيفة جدا لعانات ما تتقاضي ستة ألف في الشهر ما تتناسب مع تطحياتهم وتقديراتهم التي يقدموها للنظار في البلاد إعانة لا تكفي حتى لسد معيشة يوم واحد فكيف الحال بشهر كامل؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر